أهلا بكم مع فيلم جديد بيبدأ فيلمنا مع إليسيا البحثة الإنجليزية اللي كانت مسافر لإسطنبول لوحدها وده علشان تحضر مؤتمر بيتكلم عن العلاقة بين العلوم والأساطير ولما بتنزل من الطيارة بيحاول شخص غريب انه يحرك العربية اللي فيها شنطتها نحية مكان كان بيسميه الغموض والغريب ان الشخص ده ما كانش فيه حد غيرها بيقدر يشوفه لكن في النهاية إليسيا بتشوف صديق لها بيكون في استقبالها وبيختفي الشخص الغامض وبتتكلم إليسيا مع أصحابها وبتحكي لهم اللي حصل وبيردوا عليها في سخرية وبيقولولها انها ممكن تكون قابلة واحد من الجن بعد كده وأثناء المؤتمر بتشوف إليسيا شخص تاني غريب وسط الجمهور وبرضو ما كانش فيه حد غيرها يقدر يشوفه بعدها بتتكلم عن الأليهة القديمة والأساطير وعلاقتها بالعين وهنا الشخص الغريب بيقول عن كلامها انه كلام فارغ وبعد كده بيهجم عليها وبتفقد الوعي وبعد شوية بتفوق وبيساعدوها زمايلها علشان تروح قضتها في الوقت اللي كان فيه الجمهور بيسقف لها وبعد نهاية المؤتمر بتروح إليسيا لمحل طحف وسط المدينة رغم تحذيرات أصحابها اللي كانوا قلقانين عليها وكانت بتقولهم انها بقت كويسة ولما بتوصل المحل بتشوف إزازة زرقة وبيتفح الفضول علشان تشتريها رغم الطحف الكتير اللي كانت موجودة في المحل تاني يوم الصبح في الفندق لما بتصحى من نوم بتغسل الإزازة دخان كتير بيملى المكان وبعدها بتشوف مخلوق ضخم من الجن وبتجرب انها تكلموا بأكتر من اللغة وبتكتشف في النهاية انه بيعرف يتكلم باللغة اليونانية وبيقول لها ما تخافش منه وانه دلوقتي مدين لها علشان حرارته من سجنه جوه الإزازة وانه هيحقق لها ثلاث أمنيات على الرغم من ان الأمان كتير واغلبها صعب يتحقق زي الحياة الأبدية او نهاية كل المعاناة اللي في العالم وتحقيق السعادة وكان الجن بيتكلم وبيلمس الحاجات اللي موجودة في القوضة وبيشغل التلفزيون وبيقدر يتعلم اللغة الإنجليزية بمجرد ملمسه بعد كده بيسأل إليسيا عن رغباتها وبتقول له إليسيا انها محتاجة وقت علشان تفكر فيه وبتقول له كمان انها عايزة تحكي له قصتها اللي ما حكيتهاش لحد قبل كده وبتقول له انها لما كانت طفلة كانت بتدرس في مدرسة داخلية للبنات وانها كانت بتحب العزلة والبعد عن الناس وفي يوم من الأيام كان فيه ولد غامض وكان تقريبا من الجن وكان بيزورها علشان يتكلم معاها وكان بيحكي لها قصص كتير بلغة ما حدش يعرفها غير هما الاثنين ولانها ما كانتش عارفة هيفضل معاها لإمتى ابتدت تكتب كل حاجة في مذكراتها وكانت لما بتحاول انها تخلي الموضوع أكتر واقعية كانت بتشك أكتر وبتحس بالسخافة بعد كل ده وبتحرق كل حاجة في هرن المدرسة وبعدها ما شافتش الولد مرة تانية في اللحظة دي بيقطع كلامهم وصول الفطار اللي إليسيا كانت طلبته ولما بتفتح الباب بيختفي الجن وبتعلق على الباب ورق العدم الإزعاج ولما بتبص وراها بتكتشف ان الجن حجمه صغر وانه كمان حاول فطار الفندق المتواضع علشان يكون حاجة تشرف فطار بحق وحقيق بعد كده إليسيا بتحاول انها تكسب الوقت لحد ما تكرر رقبتها الأولى وبتسأل الجن إزاي يعرف يدخل جوها الإزازة الصغيرة وبيقول لها ان دي تالت مرة يتحبس فيها جوه الإزازة وده لانه كان دايما بيغلط في علاقاته مع الستات وان بداية حكايته لما دخل في علاقة مع بنت عم شيبة ملكة الأرض اللي كان نصها جن ونصها بشر وكان عندها كمان شعر طويل في رجليها وكان قريب منها جدا لدرجة انه كان متخيل انها متحبه لحد ما في يوم من الأيام بيزورها ملك عشان يطلب الزواج منها وكان بيحاول يمنحها عشان ما تقبلوش لكن الملك بيدخل القصر وبيجزي بانتباه بنت عمه لما بيهزف موسيقى جميلة على آلة سحرية وكان بيحاول هو انه يحذرها منه وكانت بتقوله دايما انه محدش من البشر يقدر يتغلب عليها لكن في النهاية بتستسلم لسحر الملك وبيتشيل الشعر من رجليها علشان يتم الزواج بينهم وتقضي الليل معاه بعد كده الملك بيحس بالعلاقة اللي كانت بينها وبين الجني وبيستخدم السحر عشان يحبسه جوه أزازة من النحاس وبيديها لطائر من الطيور عشان يرميها في البحر ولان الجني ما بينامش بيقول لها انه فضل أول مئة سنة وهو غطبان على مصيره وكان بيصلي علشان حريته وفي النهاية اضطر انه يخضع نفسه ويفضل في الإزازة على أمل انه تحصل حاجة ويخرج منها بعد كده بيسألها عن رغبتها الأولى وبيقول لها ان تنفيذ رغبتها هيكون السبب في حريته لكن إليسيا بتقوله انها نجحة في حياتها وعندها كل حاجة بتحتاجها ورغم انها ما عندهاش أطفال او اب وام وانها كمان كانت متجوزة من شخص قبلته في المدرسة وانها اتطلقت منه وتخلصت من طفلها وارتبط هو بوحدة تانية والحد دلوقتي إليسيا كانت بتحتفظ بحاجات تخصه جوه كرتونة في البيت وكان جوزها بيقول لها دايما انها مش قادرة تفهمه او تعرف مشاعره وعشان كده كانت بتحب العزلة وقريت الكصص علشان تعرف المشاعر الحقيقية من خلالها رغم كده إليسيا بتقول للجن انها مش عاوزة ترجع لجوزها وانها حسد بحريتها بعد الطلاق منه وبتقول له كمان انها بحكم شغلها بتعرف قصص واساطير كتير اتكلمت عن الجن وعن تحقيق الرغبات واللي كانت دايما بينتهي بنهايات مش سعيدة وهنا الجن بيحلف لها انه مش هيئذيها لكن إليسيا مش بتسمعه وبتسأله عن اللي هيحصل لو ما كانش ليها اي رغبات وهنا الجن حجمه بيكبر وبيحس بالقلم وبيقول لها انها لازم تتمنى اي امنية علشان يتجنبوا اي عواقب مش كويسة ممكن تحصل وبيبرن على كلامه وبيحكي لها القصة التانية اللي كانت سبب في انه يتسجل للمرة التانية جوه الإزازة وبيقول لها ان الصيادين اكتشفوا الإزازة جوه سمكة وبسبب انها كانت مصنوعة من مادة صلبة افتكروا في البداية انها مجرد صخرة وراموها بعيد وفضلت تتنقل من مكان لمكان وانتهى بيها الطريق علشان تكون جزء من جدار لحد ما بتلاقيها بنت اسمها جولتون وده اثناء ما كانت بتتسلق الجدار عشان تتجسس على الامير مصطفى اللي كانت معجبة بيه وكانت جارية من الجواري في قصر ابوه الملك ولما بتفتح الإزازة بيغمى عليها وبعدها لما بتفوق كانت عارفة هتتمنى ايه وبتطلب من الجني ان الامير مصطفى يحبها وبيساعدها فعلا على تنفيذ رغبتها وبتبدأ هي في انها تعيش حياتها الجديدة وبتخبي الإزازة اللي خرج منها الجني تحت بلاط حمام سري من حمامات الأصر في نفس الوقت الجني كان مستني انه يحقق لها الامنيتين اللي فضلين عشان يتحرر من سجنه واثناء وجوده في المكان بيعرف ان فيه واحدة من الجواري واسمها هرب وكانت الجارية المفضلة عند السلطان وكانت بترتب لمؤامرة علشان تستولى على العرش لحساب اولادها من السلطان وده بعد موته وده طبعا بعد ما تزيح ابنه الكبير الامير مصطفى من طريقها وكان ليها عيون كتير في القصر بتتجسس على الامير وكان الجني حاسس بقلق كبير وده لانه جولتن بتورط نفسها في مؤامرة سياسية كبيرة وبيحاول يحذرها لكن مش بتسمع كلامه وبتتمنى كمان ان يكون عندها طفل من الامير مصطفى في الوقت ده فرسان السلطان بيقلقه بسبب ضعف السلطان وكانوا بيفكروا في عزله من منصبه وبتسمع هرم الكلام اللي كان بيدور بن جدران القصر وبتروح عشان تبلغ السلطان وبتقوله ان مصطفى ابنه بيكون حملة ضده عشان يستولى على العرش وبعدها بيتيبوا السلطان عشان يكون قدام اختيار صعب جدا بالنسباله في نفس الوقت جولتن كانت فرحانة بحملها وكانت دي امنيتها التانية وبتستعرض بطنها المليانة علشان كل اللي في القصر يغاروا منها وده لان ابنها هيكون الامير بعد ما ابوه يقعد على العرش وبيعرف السلطان كل ده وبياخد قراره اخيرا وبيطلب ان ابنه يحضر عشان يشوفه وبعدها بيقمر بقتله من غير تردد ومن غير ما يسأله حتى عن ولاقه ومجرد ما الجن بيعرف بيروح عشان يشوف جولتن ويحذرها وبيطلب منها انها تتمنى الامنية الاخيرة عشان ما تموتش لكنها مش بتصدقه وبيمسكوها فعلا قبل ما تهرب وبيحاول الجن يساعدها لكن واحد من الاشرار اللي كانوا بيحاول يقتلوها كان من اتباع الشيطان وبيقدر يمنعوا من مساعدتها وبعدها بيرمو جولتن في البحر وبينط الجن عشان ينقذها لكن بعد فوات الاوان وفعلا جولتن بتموت وبسبب انها ما طلبتش امنيتها التالتة والاخيرة بيفضل الجن مسجون في نفس المكان والزمان ومش بيقدر يرجع لمملكة الجن وده لحد ما يقدر واحد من البشر انه يوصل لمكان الازازة وهنا اليسيا بتقوله انها قصة مسيرة للسخرية وانها للسبب ده بترفض انها تتمنى اي شيء او يكون عندها طلبات لكن الجن بيقولها ان لو ما كانش ليها اي طلبات هتقضي عليك وبعد كده بيكمل لها القصة عشان يبرهن على صدق كلامه وبيقولها ان بعد وفاة جولتن كان بيتحرك في القصر وطبعا ما كانش حد بيقدر يشوفه وكانت الازازة لسه في مكانها تحت بلاط الحمام السر اللي في القصر ولمدة 100 سنة كان الجن بيحاول يلفت انتباه الناس لكن بيدون فايدة لحد ما في يوم من الايام بيحس بوجوده الامير مراد والامير ابراهيم وبيقدروا يوصلوا لمكان الحمام السري وبيحاولوا انهم يحركوا البلاط من مكانه لكن امهم ارمالتو السلطان واللي اسمها كسوم بتشوفهم وبتمنعهم انهم يكملوا وكان مراد عنده شعر طويل في رجله وكان ده معناه انه من نسل شيبة وللسبب ده الجن كان بيمشي وراف كل مكان من القصر وبيحاول انه يلفت انتباهه مرة تانية لكن اللي سوق حظه مراد بيقعد على عرش البلاد وكان عنده وقتها 14 سنة وبينشغل بالسياسة وبيكون الجيش في الحرب في نفس الوقت كانت الام حبس ابنها ابراهيم مع مجموعة من الجواري وده عشان تحافظ على نسل العيلة ويفضل اولادها واحفادها على عرش البلاد وبيحب ابنها ابراهيم فكرة ان يقضي يومه كله مع الجواري خصوصا التخان منهم ولما بيرجع مراد للقصر بعد الحرب بتكون طبيعته اتغيرت وبتتلوص روحه نتيجة المعارك اللي خدها والنفوس الكتيرة اللي ماتت على اديه وبعدها بيخاف ان اخوه ينفسه على العرش وبيفكر في قتله لكن امه بتوقفه في الوقت المناسب وبتقوله ان اخوه كسلان جدا وانه مش ممكن ابدا يفكر انه ينقلب عليه ويستولى على العرش وبعد كده قصهم بتخاف انها تخاطر وتفقد اولادها وبتحاول انها تخلي ابنها مراد في حالة سكر طول الوقت وبتحاول كمان انها تسليه عشان تلهيه وبتبعد تجيب ناس عشان يحكوله حواديد لكن مراد بيقمر بقتلهم لو مختفوش من قدامه بسرعة وفي يوم من الايام بيقدر شخص عجوز انه يسحره بحكاياته وبيكون بعد كده صاحبه الوحيد ولما بيموت بيحزن مراد عليه وبيذكر وبيفقد تركيزه وهنا الجن بيقدر انه يلفت انتباهه وبيوصل مراد للحمام السري المهجور مرة تانية لكن للأسف كان اضعف من انه يفتح الباب وبيرجع يشرب من جديد لدرجة انه مقدرش يسحى مرة تانية وبعدها ما كانش فيه اي حد يقدر يحس بالجن اللي ابتدى يحس بالوحدة طول الوقت وبتقول لأوليسيا انها فهم احساسه لانها كان عندها نفس الشعور لوقت طويل وبيكمل الجن قصته وبيقول لها انه الامة اجبرت ابنها ابراهيم وخدته من قطه عشان يقض على عرش البلاد وكان فيه جارية مفضلة بالنسبة له من النوع السمين وكان اسمها شجر وكانت بتتحرك بحريتها في القصر وبتقدر توصل لمكان الحمام وبتكسر البلاطة لما بتقع عليها بالصدفة وبتشوف الازازة وبعدها بتشوف الجن اللي كان بيحاول يقنعها انه هيلبي كل طلباتها لكن شجر بتفكر انه النصاب وبتتمنى انه يرجع للازازة وبعد كده بتتخلص منها وبترميها في قاع البحر وهنا إليسيا بتقول الجن ان قصته بتثبت صحة نظريتها وبتقوله كمان ان الاماني في الاساس فكرة وحشة وانها ممكن تدي الفرصة لشخص تاني يكون عنده امنيات وعاوز يحققها لكن الجن بيرفض ان يرجع للازازة مرة تانية وبعدها إليسيا بتتمنى 3 امنيات سريعة وبسيطة في نفس الوقت زي انها مثلا كانت عايزة تشرب شوية شاي وعلى الرغم من ده الجن مش بيتحرر وبيقولها ان الامنيات لازم تكون من قلبها وبيوصفها بانها جبانة وهنا إليسيا بتسأله اذا كان ممكن تتمنى انهم ما كانوش تقابله ابدا وبتحاول انها تكسر الازازة بأيديها وبيصرخ الجن وبيترجعها عشان تبطل وبيترجي المكان وكان يفيه زلزال ولما الدنيا بتهدى بتخمن إليسيا ان اللي حصل دلوقتي حصل قبل كده وهنا الجن بيبدأ في انه يحكي لها القصة التالتة والأخيرة عن بنت لقيطة واسمها زفير اتجوزت وهي عندها 12 سنة من تاجر غني كان اكبر منها بكتير ده غير انه كان متجوز من اتنين كانوا اكبر منها وكانوا بيكرهوا زفير وبيصخروا منها دايما هم هو الخدم اللي في المكان بعد كده جوزها بيقدم لها الازازة هدية وده بعد ما شافه هي بتقع من سمكة كانت طبخ بينظفها وبتشكره زفيره لما بتكون لوحدها بتفتح الازازة وبيخرج منها الجن وبيلاحظ قد ايه كانت زكية وبيحكي لها حكايته وبتقوله هي انها بتحب القراية وانها كانت بتستغل وقت فراغها عشان تتعلم حاجات جديدة وبتوريله الحاجات اللي عملتها بأيديها وبتقوله كمان ان ما كانش فيه حد بيهتم باللي بتعمله وده لانها ست بعد كده بتتمنى قمنيتها الاولى وبتطلب ان يكون عندها اكبر قدر من المعرفة في كل العلوم وكان الجن سعيد بتحقيق قمنيتها وبيجيب لها كتب كتير في كل العلوم وبيخبوا الكتب عشان جوزها ما يشوفهاش جوه ازايز مصحورة وبيقضي الجن كل وقته معاها وبيساعدها عشان تتعلم كل اللغات والعلوم اللي في الدنيا وكانت المفاجأة في النهاية انهم وقعوا في حب بعض وكانت كل ما علاقتها بالجن تزيد بتبعد عن جوزها اكتر لكن اللي سوق حظها انه كان بيفضلها عن الاتنين التانيين وكانت بتضطر انها تسلموا نفسها وبيخرج الجن للعالم اللي برا وده عشان يعرف قصص جديدة يحكيها الزفير لما يرجع وهنا بيكون وقت الامنية التانية وده لما زفير بتفشل في انها تحل معادلة الرياضية وبتطلب منه انها تشوف العالم زيه وبيسمح لها ده بانها تشوف حلول لكل المشاكل اللي بتواجهها وبعدها بتحمل بطفل من الجن اللي كان سعيد جدا بيها وبعدها بيفقد الرغبة في انه يرجع لعالم الجند وبيمنع زفير انها تتمنى الامنية الاخيرة وبيتسبب في غضبها وبتفكر انه عاوز يحبسها ويعملها زي ما جوزها لعجوز بيعملها وكانوا كل ما يتخنوا او يختلفوا مع بعض الجن كان بيحبس نفسه جوه الإزازة لحد ما تهدأ لكن في اخر مرة بينهم زفير مش بتقدر تسيطر على روحها وبتتمنى انها تنسى الجن وتنسى انها قابلته وفعلا بتنسى الجن وبتنسى كل اللي حصل معاها وبيرجع الجن جوه الإزازة مرة تانية وبعد ما سمعت إليسيا القصة الاخيرة بتعرف اخيرا الحاجة اللي ممكن تتمناها وده بعد ما حست انها بتدت تحب الجن وبتتمنى ان يحبها وبكده يتخلصوا هما الاثنين من الوحدة اللي بيحسوا بيها طول الوقت تاني يوم كان المفروض ان إليسيا هترجع لبيتها في لندن وبيدخل الجن جوه إزازة جديدة عشان يقدر يسافر معاها ولما بتوصل المطار بتحط الإزازة في جيبها لكن أجهزة المطار بتكشفها وبيطلب منها الأمن انها تسلمهم الإزازة بعد كده إليسيا بتتوتر وبتخاف ان أجهزة المطار تكسر الإزازة لكن لحسن حظها ده مش بيحصل وبتاخد الإزازة مرة تانية اللي جواها حبيبها وبيوصلوا لندن في النهاية وبيحاول الجن ان يعود نفسه على دوشة المدينة الكبيرة لكن مع مرور الوقت بيتأثر بأبراج المحمول والموجات الكهربائية وبيضعف بسبب التكنولوجيا وبيحاول هما الاثنين انهم يعيشوا حياها دي ولما إليسيا كانت بتنشغل عنه كان بيخرج عشان يشوف العالم ويشوف أحدث الاختراعات البشرية وفي يوم من الأيام بترجع إليسيا من شغلها وبتشوف الجن وهو نايم وكان المفروض طبعا انه مش بينام وبتكتشف ان جسمه كان بيتحول ببطء الرماض وكان ده بسبب تأثير التكنولوجيا عليه وهنا إليسيا بتتمنى أمنيتها التانية وبتطلب ان الجن يرجع يتكلم معها من جديد ولما بيتكلموا مع بعض بتعرف إليسيا انها ما كانش لازم تفرد الحب عليه وبتقرر في النهاية انها تطلق صراحه وبتكسر الإزازة عشان يرجع الجن لمملكة الجن وبعدها بتنام ولما بتصحى تاني يوم بتحط الحاجات القليلة للجن كان بيستخدمها جوه كرتونة وبتشيلها جنب الكرتونة التانية وبعد مرور تلات سنين إليسيا بتكون خلصت كتاب بيتكلم عن قصص الجن وفي نهاية الفيلم بتتفاجئ بالجن بيظهر قدامها بعد ما رجع لطبيعته وبيزورها من وقت للتاني عشان يشوفوا بعض وبكده ينتهي الفيلم سلام لو عجبكم الفيلم ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة